الكل يعرف أنه هناك إرادة سياسية بإذلال الناس من خلال تعطيل تقديم الخدمات الكل يدرك لكن من الذي يحل من اللي يحل من اللي يعاقب هاي الإرادات السياسية الحقيرة من يعاقب هاي الإرادات السياسية اللي يذل شعبها من يقدمها للقضاء ما أدري عندما نصل إلى المسميات بسركات يعني اللي أكو طريقة أخرى للعقوبة أكو طريقتين للعقوبة الطريقة الأولى للعقوبة هي تقديمهم للقضاء من خلال الحكومة وهيئة النزاهة وأن نكون فاعلين في المراقبة والعداء وهذه اللجان وطبعا هذه ماذا تجيب نتيجة زينة خلي نقول 20% 80% تأتي العقوبة من المجتمع من خلال صناديق الاقتراع نفس الناس موروحوا نتخبونا نفس الأحزاب نفس القيادات اللي يتدير البلد الكهنة أو الذين هم مسؤولين عن تشكيل الحكومات للفترات السابقة أستاذ محمد أستاذ محمد أنا هل قدامك نائب مع وقف التنفيذ رجال فايز وعد قرار محكمة اتحادية والمفروض أصبح عضو بالبرلمان لكنهم عطلينها لأنه حليوات ودنيوات كل منظام ربعة بصفة يا ناس الناس تنتخب تزور إرادتها الناس تطلع تظاهرات تنكتل الناس الطالب حقوقها يسمونها بعثية يسمونها قاعدة يسمونها داعش ملت العالم حارة شسوي مع طبقة سياسية شيطانية أنا قلت لك بالمقدمة مسيلمة يقفوا أمامهم صاغرا يستحم النفسه شسوا الناس